وامتابعين بصباحنا يا نور ووصلنا لفقارتنا التالية وأيضاً بنحكي عن الأطفال حيث يلعب فصل الصيف دوراً كبيراً في حياة الأطفال على المستوى الغذائي والصحي بما يستوجب تدخلاً سريعاً وفعالاً من قبل الأهالي بوضع برنامج غذائي صارم ومدروس لأطفالهم لحتى يقيون من حرارة مرتفعة وسيئات فصل الصيف شو هي الاحتياطات اللي لازم الأهالي يتبعوها وشو النظام الغذائي الصحي والصحيح للحماية في فصل الصيف رح نتعرف عليها أكثر معنا الدكتورة دينا العطار اختصاصية التغذية صباح الخير دكتورة أهلا وسهلا فيك بساعة صباح الدكتورة بالبداية يمكن مع فصل الصيف والأجواء الصيفية دائماً في أكلات جاهزة ووجبات جاهزة مشوير خارج البيت لأي الولاد بده شيبس بوزة بنفس الوقت أنا ما فيني أحرم ابني من كل هي الأكلات بس خلية نحكي كيف فيني أنا أتبع بشكل صح ما كتر منها ممكن بعض الوجبات عملة بطريقة صحية وبنفس الوقت ما أحرم أحرم الطفل تمام أكيد أول شي رحنا بنحافظ على النظام الصحي تبع الطفل لأنه هو له احتياجات وبس النمو فقاله شكلات معينة هو بحاجتها جسمه بحاجتها فإذا اعتمدنا على الأكلات الطيبة وعلى الشيبس وعلى شوكولات وعلى آي سي كرين فهو عم ياخد سعرات حرارية بس ما عم ياخد أي فائدة صحية لأنه هدول هن فرقين من الفيتامينات فرقين من المعادة فرقين من البروتينات فرقين من القيمة الغذائية العالية فإحنا لازم نحافظه على القيمة الغذائية العالية اللي لازم ياخدها فلذلك أهم الشي كستميت وكأم تحافظ أنه يكون عنده وجباته يعني الفطور الغداء العشاء هنه وجبات أساسية وتصفى الآي سي كريم أو هدول هنه نبارة عن سناك ما ننوش بالأساسية نعم دكتورة يعني دايما بنسمع ابني عم يعزبني ما بياكل ما بياكل بمية حيلة وحيلة لحتى يقبل ياكل وإذا أكل يمكن بتطحمله يا الأم بالخلاط الجوز وهدولي القصص المفيدة خلينا نحكي عن هذا المرض أنه الولد ما بياكل كيف بده يصير ابننا يأكل وسهل يمكننا بيتعامل حتى بيكلل أنه على الأكلات هلأ هو هون في شقين هلأ هو في شق أنه الولد أصلا شبعان مشان هيك ما بداياكل لأنه قضى نهاره كله نقرأ شيء يعني فاق الصباح هو عم يشوف التيفي هو عم يلعب فهو قضى نهاره ساعة بسكويت ساعة شوكولات ساعة آيس كريم ساعة عصير فأردي ما وصل لأي وجبة جوعان فأي شيء حيشوفه قدامه هو مانه جوعان فهي نقطة من النقاط أنه أو بعض الأحيان حتى في كتير أطفال بيه بسبب الحر كتير أنه بدل عم يشرب سوائل كتير فملد ماته ومعات يقدر يأكل أي وجبة هات سبب الأسباب بالسبب الثاني أنه راحنا ما بتكون شوي البرزنتيشن تبع الأكلة تبع الولد لازم شوي تعجبه يعني لازم أقول هلأ بخلال فصل الصيف كتير حلو أنه نشارك أطفالنا أنه يطبخوا معنا نعمل الجبنة مثلا ممكن على أشكال نتحايل على اللبنة نتحايل على التوستين نتحايل بشكلات أنه هو أو هو مثلا ممكن يفوت معنا حتى الفواكي إذا حابين أنه نقطع له إياها في حالة عندنا صعوبة أكتر والولد ما عام يتقبل أي شيء منشوف شو اللي بيحبه بحب عصير عند الصبح أوكي أنا خلال العصير مثلا ممكن فوت له الحليب مع العصير ممكن أعمل شيك ميلك ممكن أعمله ممكن حولها أصلا لأيس كريم اللي هي كتير مفضلة عند كل الأطفال فأنا حتى الأيس كريم ممكن يكون فيها الحليب ممكن فيها الفواكي اللي أنا بدي دخل له يا حتى ممكن يكون فيها مثلا طوائد مثل ما قلتي الجوز واللوز كما ممكن ندخل له إياها فمنروحها الأكل اللي هو بيحبه ومنحاول شوي بيك مثل ما منقول نلغمها بالشي المفيد بالنسبة له وهام الشي حافظ على وقت الأكل تبعه لأنه إذا طول النهاري عم يأكل فما حيوصل لأي وقع هو جوعان فإحنا إذا حافظنا أنه بعد ما فق من الفطور بساعة أخد وجبة الفطور ولو شي بسيط بعد ساعتين مرقنا له سناك بسيط ممكن يكون هو يوصل لدرجة أنه ما يوصل لأي وقع ما نوجوعان طيب خلينا نحكي بما أنه ذكرت في الفواكي دكتور الفواكي الصيفية غنية ومنوعة يمكن كثير من الأطفال بيحب بعض الفواكي الاستثنائية في ناس بتلاقيهم لا يعني دائما الطفل هو بيغلب الأم بالأكل إن كان فواكي ولا خضرة ولا طعم عادي كيف فيني أنا مرق هاي الفواكي بطريقة صحية وما كتر منها لأنه يمكن بعض الفواكي كمان الإكسار منها بيضر أكيد طبعا أنا مستحيل إنه خلي طول النهار مثلا أبني مثلا والله عادي يحب البطيخ عم يأكل طول النهار بطيخ أو مثلا دراء لأنه أنا كمان حافظهم بمشاكل تاني أو الشي هو يعني حتى الفواكي ديجا مفيدة فيها نسبة سكريات كتير عالية فأنا سفي هو عم يأخذ مثلا صح عم يأخذ إنه سوائل منيحة بس عم يأخذ نسبة سكريات وما عد تتناول أي وجبة تانية وبالإضافة إنه ممكن هاي الأمور كمان زيادتها تعمل تعفهم بالأمعاء يعني مع الكترة مع الكترة وممكن تعملنا مشاكل ومغس وهالأشي هاي اللي ممكن تصير بسفقصة زي ما كان حفظها جيد فبذلك نحن عم نحاول إنه السناك تبعه يكون من هالأشي اللي هو بيحبه يعني مثلا هي نفسه ممكن نفسه ممكن الفواكي مثل ما أنا نعملها آيس كريم ممكن نعمله إياها سلاش ممكن نعمله إياها شي بارد يحبه ممكن أتعان حتى على شيش هيك يتعجبه ممكن هو يشارك بتقطيعه ممكن يترافق مع رفقاته وقت يجو لعنده وممكن بأسوأ الأحوال الجلو ممكن بيحبه الولاد ندخلهم يهون كل قطع الفواكي اللي ما بياكله الولاد ندخله بالجلو بأي شكل من الأشكال ممكن ندخله بس نحافظ إنه كتير ما يكون طول النهار رحنا معتمدين على هي الأساس الخدر بالذات طبعا أصعب من الفواكي الفواكي فيه طعم سكر بيتقبلها الولاد أكتر الخدر هي اللي أصعب لذلك منلجأ بالساندوش اللي هو بيحبه إنه ندخل مثلا هذا الشي مثلا هو بيحب ساندوش مثلا برقر نفترض نحاول طبعا تكون هي مشوية بالبيت خالية من الدهون اللي مالة صحية اللي بتكون مثلا برات البيت ونحاول هي نفسها مثلا إذا ما بياكل بنادوراي نعمل رحنا بالبيت سوس مليء فيه بنادورا وعطيناها الإفادة ورحنا قلنا له إنه هاي مثلا هي مثل الكاتشوب هي السوس اللي أنت بالذكية بس رحنا من خلاله مرأنا الأشياء المفيدة اللي حابين نعطيها للولاد دكتورة كتير من الأهل بيكون يمكن ما عم يتقبل الولاد إنه يتعموه أو يتقبل الوجبات الصحية فبيلجأوا لحتى يعطوه فيتامينز خلينا نحكي عن الفيتامينز إذا هي صحية بعمر صغير صح إنه مبلش فيها وصح إنه هي بتعوض عن تغذية كتيرة تمام مثل ما قلتي هي تعويض فإرحنا إذا عاملين تحليل وعننا نقص معين فأكيد لازم نعوض عبرها بس ما هي بديل صحي هي للتعويض يعني مثل ما أنا إذا مرضاني بدي أخذ دواء ولا ولا وما فيني أخذ دواء إذا أنا مالي مرضاني أنا اليوم جعب علي في أخذ حبة بنادور أكيد لا طبعا فهي للتعويض وقد بيكون عنا تحليل للولاد وعم نشوف إنه في عندنا نقص معين في نقص بيتامين بي في نقص حديد في نقص بيتامين سي يعني متمم غذائي لأنه في أولاد ممكن تحليل نكون سليمة بس أكلهم قليل يعني متمم غذائي ممكن نضيف على الغذاء تبعه في أطفال مثلا ما متلاقية هي شائية طول الوقت بتلعب الأكل بالنسبة إلى هيك مرور الكرام يعني شي كتير بسيط خد دكاتر بيعطيكي هيدا الفيتامين إنه متمم غذائي للطفل رحنا رحنا الدليل تبعنا الدليل تبعنا درجة النمو تبع الطفل التحليل الطبية هدول الدليل تبعنا إنه إذا فينا قصب النمو إذا مثلا حتى وزنه أقل من عمره طوله مثلا عم تتأثر أدافره شعره منشوف من هدول يعني هدول هنين بيعطونا إنه فينا قصب النمو أما رحنا نجي الولد ما عنده أي شي بجوز رحنا عم نشوفه ما عم يأكل هالكمية الكبيرة بس إذا عم يأخذ احتياجاته يعني نعرف إنه رحنا عم يأخذ احتياجاته مثلا من النشويات احتياجاته من اللحوم والخضار عم يأخذها لو بشكل قليل ولو شكل متفرق طالما ما عنا نقص فأنا ما أفضل لأنه كتير أمها تلجأوا له هاي الفكرة وبالنهاية بيجيوا لعندك بسن المراهقة بيقول لك أنا عندي صار سمني عند الولاد أنا وقت ما كان صغير كان ما يأكل طعرفي أنا عطيته فاتح شهية عطيته فيتامين بما أنه رحنا ما عنا نقص فما نلجأ لهذا الشي دائما نحاول نعود الولد إنه هو يأكل وأنا بقول أهم شي هو العادة هو بيأخذها من الكبير يعني أنت بتوفي الولاد كتير بيقلدوا أمهاتهم أو بيقلدوا الكبار اللي هنا موجودين بالبيت فهنا لو حتى مثلا الأم قاعدة عم تشوف نجان شايفة الولد يعني بيقلدها فنحاول العادة الغذائية زي ما نعطيها لأولادنا بشكل صحيح تكون منها أما إذا جاءت عندي أم عم تقول أنا ما باكو اللحمة أنا أصلا عندي نقص حديد أنا عندي نقص فيتامين دال طيب الولد كيف بده يطلع هذا الشي ما هو من الأصل أخذه من الأم يعني من خلال ما كان هو في فترة الحامل عنده هذا النقص يأخذه من الأم وبالتالي كما من طريقة تغذية الأم فهو نفس الشي أخذ هاي العادة الغذائية الغلاط تماما دكتورا الأطفال اللي بيفصل الصيف بيتلبو كتير حلو يمكن يمكن ما بيلعبو أو هيك بيعطيهم هوا طاقة الحلو خلينا نحكي عن مدار الحلويات وعند الأطفال يعني وشو لازم يعني لوين نتجه الحلو اللازم نعطي للأولاد شو هو هلا أنا معني ضد الحلو أبدا أكيد حتى رحنا كيكبار يعني ما منقدر بعض الأحيان نستغني عن قطعة شوكولات بس ننتبه أنه رحنا شو النوعية أول شي اللي عم نعطيها يعني عم نقدمها للطفل شو هي النوعية اللي عم نقدمها للطفل لأنه فيها جد كتير نوعيات كتير سيئة عم تكون يعني فيها دهون مهدرجة فيها فيها أنواع من الحافزات وكذا كتير غلط أنه نعطيها ياهم بيعلم ونحافظ أنه ما نعطي كميات كتير كبيرة ولا شرط أنه تكون هي متواجدة بالبيت الأفضل تكون متواجدة بالرات المنزل وبالمنزل يعني رحنا إذا بدي يكون دايما إنت ما فتح الدرج عنده أو التلاج عنده شوكولات أو آيس كريم وكذا أكيد ما حياكلهم يعني أنت كل حطي حالك بمحله أنا بلاقي هدول وبلاقي طبخة أكيد ما حاكل هدول حاكل هدول خاصة على الشوب بيلجأ الولد لشي بسيط بس كميات السكر اللي عم نعطيها كبيرة كتير هي تعامله هايبر هيعذب أمه أكتر لأنه حيصير عنده كتير طاق حيصير ما ينام أصلاً فرحنا كتير غلط أنه نعطيها الكمية بالإضافة أنه ممكن حيصير عنده تسوص أصناع مثل ما كان الدكتور كان عم يقول قبله يعني عم نشوف به مراحل كتير صغيرة بالأسنان اللبنية تسوص الأسنان بحيصير عنده تسوص هيأثر حتى على نموه هيأثر على الخلايا العرض بخلايا الذهنية اللي عم تتشكل بجسمه رريم نحن عم نشوف أنه عنده طاقة وحركة وعم يصرفون يمكن مانون هنه مختزنين آنياً بس لأدام رحنا كتير عم نشكل له غلط لأ رحنا لازم نحافظ أنه يمرق له الشغلات الأساسية قبل ما تمرق هاي الأساس خليها كمكافأة برات المنزل خليها مرتين بالأسبوع وننتبه للنوعية اللي عم نعطيها وخاصة بفصل الصيف بتعرفي أنه العيس كريم وهالأساس هاي كتير بتتعرض لفساد يعني بدرجات الحرارة العالية بتتعرض لفساد فكتير ننتبه إنه شو نعطي يعني ما نحاول كأي شي مغلف نعطيها نحاول نكون واثقين من الشي اللي عم نعطي للطفل دكتورة خلينا نحكي كيف فينا نعود طفلنا على نزام غذائي صحي وخلينا نحكي النزام الغذائي كيف فينا نبلش معه بداية نهار بوجبة الفطور الغداء العشاء والسناكات اللي فيه فعلا بين الوجبات قديش مهمة تمام نحنا أول شي إنه مزبوط هو فصل الصيف هو فصل إنه عدم الانضيبات كلياتنا يعني بصير الولد الفئة تبعه مانا متل مقابل يعني عم يفيه متأخر الغداء تبعه مانا منتظم عم يظهر برات البيض عم يلعب عم كده كل هدول الأمور نحاول رحنا للأم بتنظمهم بشكل أساسي يعني لو أتأخر مثلا كان عم فيه عم درسته عالسبعة مثلا نصر عم يفيه عالثمانة ونص تسعة بس دائما يعني نحافظ عوجبة الفطور مثلا مثل ما قلت قبل شوي بالساعة الأولى ورد نعطيه بعد ساعتين سناك بسيط ما مهم كتير كمية الأكل ما نعول على كمية الأكل أدماهية نوعية إنه يكون مارئ له من كل شي هو بحاجته خاصة البروتين لأنه البروتين هو الحجر الأساسي للبناء وهنا الأهم شي بحاجته أكتر من السكريات وأكتر من النشويات فهدول الأمور كتير ضرورية فيتامينات ومعادن نحاول المرأة بوجبة الغداء بأدماء منقدر وعننا سناك بعض الظهر هذي اللي ممكن يكون مثلا مرأة في شي حافظ بفصل الصيف ما نعطيهم كتير شي بس لأنه أصلا كل شي ما علي حيعطشهم أكتر حيصير جفاف بجسمهم وحيصحب السوائل من الجسمهم فكمان نحاول نبعد عن هاي الأمور اللي كتير إنه فيها أملاحي كتير كتير نحاول نبعد عنها ثاني الشي إنه نستغل هالطاقة والنشاط اللي عندهم إنه مثلا نشوفوا عندهم هواية عندهم رياضة عندهم ميل للأصباحة نسجلوا بنادي يقدروا يمرسوا هالهواية ما نحاول إنه يضلوا طول النهار قاعدين عم يلعبوا على الألعاب الإلكترونية على التيفي إنه يضلوا قاعدين عم يتنقرشوا ورحنا عم يأكلوا هذا كتير غلط بالنسبة إلهم لجسمهم لبعدين لحياتهم كتير غلط ومنحب أول أم أهم شي هي مثل ما عم نقول هي المدرسة الأساسية فمثل ما قالت إنه هو بيقلد أمه وبذلك إذا يعطي العادات الصحية أكتر من ما هي تدريب هي تقليد الفترات الأولانية من العمر بتقليد أكتر مما هي تدريب يعني كل شيء بتجيبه للولد بالغصب أو بتأمريه فيه فأكيد ما حيعمله نهائيا فهي حالة ترغيب أكتر من ترهيب نعم دكتورة خلينا نحكي عن الوجبات الصحية الصحيحة وكيف لازم يكون في بعض بين الوجبات وهل صحيحة مثل الصغار مثل الكبار فينا نمر إسناكات من الفواكه من الخضرة من الأصص المفيدة بين الوجبات تمام أكيد مثل ما إنا رحنا لازم يدري ثلاث وجبات فتور وغدا وعشاء أقلها أقلها وجبتين يعني هي الفتور والعشاء وخلينا نشكي عن المدة الزمنية لأنه كثير من الأهالي يزيعوا بين المدة الزمنية وخاصة للأطفال الجداد هلأ المشكلة أنه هو مثل ما عمقلك بما أنه نظام الوقت غلط فالولد عم ينام حتى متأخر وعم يفيه متأخر يعني رحنا معا منحبز الأكل اللي بالليل يعني يعني أنت عم تلاقي الولد هو عم ياخد وجبته الساعة 12 أو الساعة واحدة بالليل قاله سهران مع أهله وبرات البيت وكذا فكمان هي المشكلة كثير كبيرة لأنه أصلا ما عم يهدمها صح وأصلا إذا هي فيها سكريات عالية عم تروح للاختزان فلذلك رحنا منحاول أنه دايما يكون أقل الشي يعني إذا عطفال صغيرة بين الوجبة والوجبة تقريبا بين الوجبة والسناك ساعتين إذا أكبر ممكن يتحملوا أربع ساعات بين الوجبة والسناك فنحافز ثلاث وجبات والسناكين هدول أهم شيء السناكات حتى كالخضرة ممكن نفوتها بالعصير اللي بيحبه طب وجبة الحليب إذا في حليب وجبة الحليب هي مثل ما عملك أنا ممكن أتلاعب عليها الحليب ممكن مرقه بالغدى اللي أنا عاملت له مثلا إذا عامله مثلا شي فيه لبان مطبوغ ممكن يمرق الحليب ممكن الصبح أصلا مع المسلا أعمله شيك ميلك أعمله مع الفواكي نفسه حطله الحليب ممكن بعض الظهر اتبخ له إياها مثل المهلبية يعني أنا عمدي قطعة الشوكولات أو معلقة النوتيل اللي هو بيحبها ممكن أخلطها مع الحليب مع شوية تشوفا أعمله إياها مثل المهلبية يقدر ياكنهم فأنا بأي حيز أنه بدي أعرف أنه عم يمرق له حسطين مثلا من الأجبان والألبان مثلا أو الأفراد مفروض أنا أمرق له أربع حساس أو ثلاث حساس مفروض مرق له ياهن بين جبنة بين لبنة بين حليب ممكن بقلب الأكل حتى ممكن كتير أحيانا إذا ما بيقبل الصاندوش ممكن أحيانا بقلب الصلطة أنا مرق الشي يعني بالصلطة ممكن أنا جيب أعمل بيضة الطعام معها حتى على الوش ممكن إذا ما بيأخذ البيضة مثلا مثلو أممكن أقلي له ياهن يعني هاي بيوجبة الفطور عن كل الأطفال يعني أبني ما بيحب البيض ما بيحب اللبنة ما بيحب الجبنة بتلاقي خصوصا مع الأعمار الصغيرة يعني مع بداية عمر السمتين لثلاث سنين هاي مرحلة التأسيس الغذائي للطفل كتير صعبة أنا فيني يحاول البيضة هي الكريب يعني قطعت كريب أعمل له ياهن ممكن هو ياكلة وممكن أنا حت فوق معلقة عسل ممكن حت قطع فوق دام الفواكه فالكريب هي فيها البيض وفيها الحليب تمام أنا بستعيدة عن السكر بحط له العسل مثلا إذا ما بدي يشوفه من بره ممكن حط العسل بقلبه يعني ما عم بيقولك هي تحايل صعبة على الأم مانو شي سهل يعني أنا مو مثلي كبير وممكن أأخذ صاندرش بسيطة وقومشي يعني الولاد عنجد وبالصيف في عنده وقت متل ما بيقولوا يقول ايه ويقول لا يعني بالمدرسة إنه خلاص أخذ الصاندرش معه مشبور جوعان يعني كلا بالمدرسة في يولار بتلاقي بيه لما يشوف لولار أبناء أكثر فلذلك أنا عم قول إنه كتير صعب على الأم وهي عنجد هي حالة بس فترة تدريبية بيصير هو بيتعود عليها لذلك نحن عنجد لازم نحاول إنه كل يوم نتفنن بالفطور طبعه أو مثل ما عم بيقول إنه شارك يعني كشي بزيد من صحن من الأولاد أكيد الأم بفطر تأكله فلذلك إذا كان صحي فهو كان فتور صحي إلا يعني حتى الكريب مثل ما عم لك نكينا عمله من طحين الشوفان كريب يوم بانكيك يوم يعني يعرفتي حتى هدو القصة المفضلة إلون البانكيك حتى إذا ما بيحبوه ممكن نضيف معلقة الكاكاو والكاكاو ما نوشي ما نصحي الكاكاو شي صحي وهو حيشوف أنا تشوكليت ياي أنا عم باكل تشوكليت نشرب قدامه الملكي مثلا في ولادي كتير بيفضلوا هلأ بهذا الفؤات الحليب بارد ما نصخن بس طبعا مننا نتبه إنه يكون مغلي ومعقم منيح وممكن نشربه بارد دكتورة عبية الختام إذا ابني قال ما بدي أكل بتركه ولا بسر عليه حسب إذا أنت عرفاني إنه هو جوعان وبس عم قول ما بدي أكل مشان أكل الأكلة طيبة أو شي تاني ما نوفيه فائدة فأكيد لا هون دو يتدخل التربية بالموضوع أما إذا هو عن جد إنه أنت عرفاني إنه لأكل ومستحيل إنه يعني إلا تنتري عليه بعد شوي وبتدي مثلا إنتي ورفيقه أو أنت وحده وبتأكل إنتي وياه وبتقابلي بالأكلة كتير قلتلك لازم كتير نتفنن بطريقة الأكلة اللي هو بديه يعكلها بالشوكة بالمعلقة بإيديه بأي شي بخصة بالأعمال الصغيرة ما علي إذا لقمض حاله الولاد ما علي بأي طريقة نتحايل عليه مهم نكون عرفاني إنه الحاجات الأساسية معرقتلو كل البروتينات النشويات الأملح والمعادن كتير ضروريين أهم من السكريات يعني دائما السكر دائما مارئ فما نخاف إنه ما يمرق دائما مارئ بأي شكل بلدات البيت وبقلب البيت مارئ كتير ننتبه بهذا الوقت بليز إذا عم يأكل للولاد أي وجبة ما نخلي فيها مثلا مايونيز ما نخلي فيها شغلات ممكن إنه نخترنا إنه ممكن تتعرض للفساد ونحاول حتى المعالي والأساس هاي إنه نبعد عنها يعني إذا بيحب كريسبي بيحب هاي أو حتى وجبة الهامبورجر أو وجبة هاي نحاول إنه تكون شي مشوي منه كتير مقلي يعني حتى الأسكالوب هي مقلية بس من فينا نشوية مثلا عم بالبيت ونقدم له إيها بطريقة شوي صحية لأنه كمان هاي المعالي كذا أنا عم فوط لهم دهون هي عم ترفع سعراتهم الحرارية عم شوبوا أكتر منا أخصائيات التغذية الدكتورة دينا العطار شكرا لوجودك معنا ولمصائح اللي حكينا عننا اليوم شكرا كتير إليك أهلا وسهلا فيك شكرا كتير لك دكتورة أهلا وسهلا أهلا وسهلا